السلام عليكم وسعد الله مساكم يقول املى الوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحي ما ينادي محمد بن شلاح المطيري معروف تعرفونه يعرفونه العرب كلهم يعرفون البيت هذا البيت الخالد في التاريخ هذا محمد بن شلاح المطيري كان من سكان جده وكانت جده ذاك النهار ما هي زي وقته هذا كانت منطقة ضعيفة وصغيرة وكان حط لهم مجلس في مقدمة البيت وحط فيه وجارة الوجارة المحلة اللي شبون فيها النار يزينهم فيها قهوة وكان عنده رجال اللي قال للجميل يشب النار ويزينها قهوة ويزين المعامل المهموم خلي باب مفتوح والمسير والطرق اللي منه جاء وشاف الباب مفتوح عرف ان فيها عرب وشاف الدلال ودخل وتقهوة لهذا الكلام وسنة من السنين في ثالث ايام الفطر ثالث ايام العيد بعد صلاة الصبح يقول محمد بن شلاح صليت الصبح ودخلت بيتي وقلت للجميل اشعل النار وزين القهوة ودخلت البيت داخل وفيه رجال انطلع من المسجد غريب عن الديرة وله من الجدة ويوم طلع وان الباب قدامه مفتوح كان والله يدخل وان جميل قدامه يا مرحبا حياك الله انشده جميل قال لها انت انت تعرف رع البيت الرجال هذا تعرفه قال له والله ما عرف انا يا بعد حي مسير من حايل وجايوا لي ولد في جدة اني بتعين له والعرف الديرة ويوم اني ظهرت من المسجد وانا ففاقت الفطور وفاقت القهوة وعمسان من السفر ولا البيبان كلها مقفلة واستحيت اني ادق بيبان العرب والعرب ورقود وشفت البيت هذا مفتوح بابه ودعمت عرفت ان فيه رياجي الحيين يقول لبن شلاح انا يوم دار الحوار بين الشمري والضيف وانا عند اجدار تسمى ويطري علي البيت اللي يقول لهم للوجار وخلوه الباب مفتوح خوف المسير يستحي ما ينادي وانا ارجع للغرفة وانا اكتب البيت خايف اني اضيعه وارجع ورح ببالضيف وانتقه 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 ندور ولده ونعود ونذبح لهم الضيافة ونكرمهم واللي علهم بالخير ويقعد البيت ستة شهور حبيس الادراج ما لقيتها لها القصيدة اللي البيات اللي تجمل مع البيت هذا وبعد ستة شهور يقول وانا اكمل القصيدة عاد يقول بن شلاح في قصيدتي يقول املأ الوجار وخلوه الباب مفتوح خوف المسير يستحي ما ينادي نبغل يجأ نازح الدار ملفوح وشاف البيوت مسكك كهجاك بادي يقلط الديوان بها الصدر مشروح ورزقه على رازق اضعاف الجرادي يا نمر ما في صك تلباب مصلوح ولا هيب لنا يا مظنة فوادي تصلح المخلوق ان يابا يستر الروح ناشي علىها معتمدها اعتمادي يا نمر لو المرجلة سد مسدوح كل النقزها حر ولا برادي لكنها من دونها المر مطروح وارض انتبه من بذر فعلك سمادي رجال تقصيرهم عن ناس مسموح لا جيت يمف القديمة هشدادي ورجال تقصيرهم عن ناس مفضوح وكل يقول النار تخلف رمادي وهذه السالفة والقصيدة وسلامتكم